السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الأصدقاء تبارك الله عليكم تحياتي لكم جميعا اليوم بعد ما اتقاد لي الخليط التي نستخدمها بالنسبة للطيور فأخرج نستخدم الحبوب التي نستخدمها في هذه الخليط فأرسائي تنيني نبارتج معكم نسبة المئوية للحبوب وكذلك الحبوب المتنوعة التي نقدمها في الخليط للحبوب الطيور فنبدأ بحبوب التي هي معروفة عن جميع عشق الطيور مرقي الطيور وكذلك فهنا نستخدم العلبي الطيور فالعلبي الطيور نستخدم 20 كغ الخليط فأنا نقوم بالنسبة للعلبي الطيور منسبة للزوان نقوم بال41 في 100 يعني كجيني 8 كغ 20 كغ بالنسبة لل الزريات الكتاب فأنا نشاهد قدامكم هنا 8 يعني يعني كجيني كيلو و 600 كغ نقوم بزول الزريات القنب نقوم بزول يعني 800 كغ يعني 200 كغ نقوم بزول نقوم بزول الزريات الزريات فالإخوان اللي كي يرطيو كان نريد كولر كيروشدوا للناظذ لأنها كتتعطر لهم في عملية استكلمين فبالنسبة لي أنا الناظذة مزيانة لطيور ديال التغريد فهي كتعاونهم عند مزايا كثيرة بالنسبة للحلق بالنسبة للأداء ديال التغريد كنتزول زرريات الفلا أو لغرين سوغج كنتزول جوش كمية يعني 400 كغ كنتزول 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 جوش كمية يعني 400 كغ كذلك بالنسبة للخطار كنتزول بها 6 كمية يعني كيلو مئةين كرام الميجر كنتزول في 7 كمية يعني كيلو أربعة كرة فهذا هما النسب المئوية التي نستعملها في القالات التي نقدمها في الطيور لكن هنا يكون الاختلاف على حسب مراحل السنة يكون الاختلاف فقط في نسبة الزوان ونسبة الحبوب الدينية يعني نقسم الحبوب الدينية في مرحلة الصف التي تكون حرارة ونزج في البرسنتاج في المسبة المئوية للزوان كذلك بالنسبة الكلاج وقت في التلقي المنك يكون طيور حصايا في الكلاج لكاجة الكونكور ونقوم بعمل ونقوم بعمل ونقوم بعمل ونقوم بعمل ونقوم بعمل ونقابل غير نافيط ووزوان فكأنه علوه شوية لكي تسترد كذلك من الويتامينات ومن المواد الأخرى المهمة التي تتواجد في هذه الحبوب فقبل أن نستعمل هذه الحبوب ضروري من التغربية لكي نحيد منهم جميع الشوائب والتراب التي يكون فيهم وكذلك نصلهم وكذلك نشو أخيراً كملنا الخليطة من بعض المراحل فكانت النتيجة نهائية كالتالي فهذا الميلانج يبدون أن نزيد على الزوان لأن هنا في هذه الصورة كما ترون كما ترون كما ترون في الفصل الصيف كما ترون أما بالنسبة للفصل الآخر الفصل الأخرى فنعطيهم هذا المقادير كما ترون كما ترون من المقايز الخليط وكما ترون كما ترون كما ترون كما ترون كما ترون وضعوا في لقائنا آخر إن شاء الله معلومة جديدة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته